كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل تعرفوا الرب يسوع كمان ذكر إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لن تدخلوا ملكوت السماوات يعني عم بتعامل معنا حتى نكون كاملين في نظره ومثل ما ذكرت أوضح الفكرة كمان مرة كاملين لا تعني أننا بلا خطية أو عندنا العصمة أو بلا عيب لكن بيتكلم عن نضوج روحي نضوج أخلاقي التشبه بيسوع المسيح فتخيل هذا الكمال إنك تحب اللي بيكرهك وإنك تصلي من أجل اللي بيتطهدك وإنك تظهر محبة غير محدودة غير مشروطة للجميع وإنك تسلك في القداسة العملية هذه القداسة هي الانفصال عن نظام هذا العالم وعن قيم وفساد هذا العالم الشرير لكن من ناحية تانية إنك تكون مفرز مكرس ليسوع المسيح فهذا الكمال الخطوة الأولى عندما أطلب الخلاص وعندما أتوج المسيح ملكاً على حياتي عندها أتقدس وعندها أكمل في المسيح لكن أسعى أو نسعى نحو الكمال السعي نحو الكمال هذا هو مقياس المسيح لا يستطيع وضع مقياس من البر غير كامل فالمسيح لا يتهادن ولا يساير فهو لا يساوم على كماله لو تنازل شوي عن كماله فالمطاليب بتصير أقل لكن عم بيرفع المستوى حتى نكون مشابهين كاملين مثل الرب يسوع باختصار نحن كاملون بالرب ليس الكمال المطلق كما قال أو كما طلب لكن نطلب هذا الكمال بحيث أنه نتشبه ونلتصق ونكون مثل الرب يسوع المسيح نعكس صفاته طبيعته شهادته وحياته في حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر